دكتور اللي بيتتبع تاريخ الوسائل الإعلامية بنجد أنه ليست هناك وسيلة بتقتل من قبلها يعني كان فيه صحف ثم ظهرت الإزاعة ثم ظهرت التليفزيون ثم الآن طبعاً دلوقتي المسألة اختلفت وهناك اختراعات كثيرة لكن المتتبع لهذا التاريخ بيجد أنه ليست هناك وسيلة إعلامية بتقضي على من قبلها لكن بيحصل نوع من الدمج ونوع من التطور السنائي يعني صحيح هي دي الفلسفة اللي يجب أن ننطلق منها في التعامل مع الإعلام والصحافة يعني على سبيل المثال عندما ظهرت التليفزيون كان الفكرة المطروحة أنا ذاكي يعني أنه الراديو انتهى لكن ما حدث أنه ما زال الراديو قائم بل بالعكس بيشهل رواج وما زال التليفزيون قائم نفس الأمر فيما يتعلق بالصحافة كان الشكل الرئيسي هو الصحافة المكتوبة ثم تحولنا إلى يعني صحافة إلكترونية وبالتالي ظهر جدال أو سجال يعني هل الصحافة الورقية انتهت هل لكن في الحقيقة طبعا أنا مقتنع تماما بأنه التكامل سيظل قائم لكن العبقرية هي في فلسفة بناء هذا التكامل ما بين هناك مؤسسات صحفية كثيرة في العالم وجهت هذا التحدي بشكل مبكر وتحولوا إلى يعني النشر الإلكتروني ثم عادوا مرة أخرى إلى حتى بعض المؤسسات عادت مرة أخرى إلى يعني استئناف الصحافة الورقية فبالتالي في رأيي أنه أكبر خطر أن ننطلق من أن الصحافة الورقية انتهت لأنه هذا سيسرع ليس فقط بانتهاء الصحافة الورقية وهذا يعني في رأيي غير مطروح أو غير قائم لكن أيضا سيدفعنا إلى الخطأ في التعامل مع مهنة عظيمة زي مهنة الصحافة سواء في شكلها الورقي أو في شكلها الإلكتروني ولها تاريخ ولها والأجيال الجديدة يعني لديها القدرة في رأيي لأنها تمتلك مهارات يعني واسعة وفي رأيي سيقود عملية هذه العملية التأقلم أو عملية التكامل التي تجري بالفعل يعني ليس الآن لكن منذ سنوات هناك عملية تأقلم ويعني تجري بشكل منظم سواء فيما يتعلق بوسائل وأشكال النشر أو فيما يتعلق بمصادر التمويل إلى آخره عملية التأقلم بدأت بالفعل وأعتقد أنها ستسير بشكل أكثر سرعة في المرحلة المقبلة